موسيقى موسيقى أهلاً أحبائنا ومشاهدين في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية من هو الآب السماوي؟ توجد أفكار كثيرة مغلوطة عن الآب توجد إساءات فهم كثيرة عن هذا الموضوع فالسؤال كيف يقدم الكتاب المقدس موضوع الآب السماوي كيف فهم يسوع هذا التعبير وكيف فهم التلاميذ والرسل الأولين هذه العبارة وكيف يفهم أو يعرف الكتاب وحي الكتاب في هذا الموضوع موضوع الآب السماوي إنها واحدة من العقيدة الأساسية الرسمية في المسيحية أنا بدعوك اليوم حتى تشاهد هذه الحلقة في هذه الحلقة مش رحين نركز على التعابير اللهوتية العميقة ولكن رحين نتكلم عن أبونا السماوي من ناحية عملية تطبيقية من ناحية العلاقة والشركة الحميمية مع الآب ومع الابن الرب يسوع المسيح أنا بدعوك حتى تشاهدوا هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير سأعود بعد هذا الفاصل القصير من هو الآب السماوي؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة أخرى أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية من هو الآب السماوي؟ خليني أبتدي في بعض الأفكار المغلوطة أو التي يساء فهمها من العديد من الناس أول يعني إساءة فهم أنه في هذه الأيام طبعا وبالتحديد في هذا العصر ولسيما الأيدنتي الهوية عم تتغير في كل مكان وبالذات في شمال أمريكا وصار البعض طبعا يقترح الفكرة هو الله مذكر أم أنثى؟ ولماذا إذا قلنا الله بصيغة المذكر هل الله متعصب ضد النساء؟ وهل هذه الفكرة صحيحة أو متحيزة نوعا ما أحباء خليني أقول في البداية أن الله بصيغة المذكر هذا لا يعني أنه مذكر أو أنثى ليس المقصود الذكرية لأننا في مجتمع الشرقي يعيش في طبعا في مشكلة الذكرية أنه كل شيء يعني الرجل كل الاهتمامات وكل الامتيازات له ولكن الكتابة واضح الله روح فصعب أنك تحدد الله بصيغة مذكر أو مؤنث فإذا فكرة الله لأنه حتى للأسف بعض المسيحيين عاوزين يغيروا في الكتاب يذكر مثلا الاسم بصيغة أنه طليق للذكر والأنثى أيضا ولكن اللغة الأصلية سواء في اللغة العبرية أو في اللغة اليونانية طبعا الترجم للغة العربية الكتاب واضح جدا في تعبيره فإذا الفكرة أنه الله لا تميل لجنس معين مثلا كتير بيصور أنه الله رجل عجوز وقار عنده لحية بيضة كبيرة الكتاب المقدس يذكر عن الله كآب وليس كأم إطلاقا البتة دايما بيذكر الكتاب أنه الله آب إلا أن أحيانا في تشبهات معينة عن الله فمثلا الرب يسوع شبه موضوع يعني الله بالدجاجة فمثلا عندما رث على أورشليم وقال أورشليم يا أورشليم يا رجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريده فإذا بيشبه عن الحماية والحفاظ كما أنه الدجاجة تحمي الفراخ تحت جناحيها أحيانا بيتكلم عن المحبة الحزينة يعني عندما بكى على أورشليم أنه دايما عاوز يجمعها ولكن عصت وكان عندها مشكلة عدم الإيمان مثلا بسفر التثنية إصحاح 32 مكتوب عن الله أنه ولد إسرائيل أو إسرائيل ابني البكر في عاموس أيضا ثم الآب أحبائي هو إله شخصي حقيقي قريب على عكس الأصنام والأوثان ودايما بالذات في العهد القديم بتشوف المقارنة بين الله وبين الأصنام اللي نحتوها وشكلوها اللي ما بتتكلم ولا بتشوف ولا بتسمع لا تبصر إلى آخرها بينما الله هو إله شخص حقيقي قريب يتواصل معنا بشكل مهم ندعوه أبا نسبة إلى العلاقة الحميمية وهذه العلاقة سواء الآب مع الابن الرب يسوع عندما قال الرب عدة مرات أو على الأقل ثلاث مرات هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت قيلت هذه العبارة من الآب في معمودية المسيح وعلى جبل التجلي وأيضا أحبائي في إنجيل يحنى فإذن تعبير عن التمييز والتخصص ليسوع المسيح فالمسيح هو الابن الوحيد أو ابن محبته ولكننا أبناء الله بالتبني بسبب إيماننا في شخص الرب يسوع المسيح ثم في العهد القديم يعني الآب بيتكلم في سفر ملاخي يقول فإن كنت أبا يعني بتدعوني أب في العهد القديم فأين كرامتي وفي إشعياء يقول والآن يا رب أنت أبونا بغض النظر شو عملنا أخطأنا ابتعدنا ولكن الحقيقة أنت أبونا ثم يقول في إشعياء يعني على التشبيهات وهل تنسى الأم رضيعها ابن بطنها فهون تشبيه الله يعني بالأم الحنونة أو بمحبة وحنية الأم التي تشفق على ابن بطنها على رحمها فبتشبه الله ويقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا لا أنساكم محبة الأم ثم في ملاخي صاح 2 وآية 10 النبي ملاخي أليس آب واحد لكلنا أليس إله واحد خلقنا فإذن من هون نشوف أحبائي عندما يذكر بصيغة المذكر هذا لا يعني الذكرية ولا يعني ذكر أو مؤنث فالله أبعد وصعب تتصور الله بكلمات محدودة شيء ثاني أو إساءة فهمة ثاني عندما نقول الآب والابن لا نقصد فكرة المرتبية ولا نقصد فكرة الأسبقية يعني في ناس تقول لك آه في بدع اللي بتقول لك أنه الله ظهر في العهد القديم كآب في العهد الجديد كإبن ولما صعد يسوع إلى السماء كروح كدس لا الله إله واحد ولكن كل أقنوم متميز جوهر واحد طبيعة واحدة لهوت واحد في ثلاث أقانيم الله موجود له وجود ذاته ناطق بكلمته فالمسيح كلمة الله وأيضا حي بروحه وهذا مقبول عند كل البشر مقبول عند الناس اليهود الذين أكثر شعب في العالم يؤمنون بالوحدانية لم يعترضوا على هذا اعترضوا على يسوع عندما قالوا وأنت إنسان تجعل نفسك إلى هذا الاعتراض اللي كان ولكن مفهوم أنه هذه تسمى الوحدانية الجامعة كما أنه الإنسان جسد ونفس وروح بس هو كيان واحد هكذا الثالوث القدوس فلنقصد فيها مرتبية معينة شخصية أعلى من شخصية هم واحد في الجوهر ولا نقصد الأسبقية أنه الآب صبق الإبن لا لا الإبن مع الآب قبل الأزل قبل تأسيس العالم كما يقول الكتاب المقدس خلينا أضيف إساءة أخرى عادة في الشرق الأوسط مع أنه في كل حلقة وفي السوشال ميديا مشروحة وواضحة عزيزي أخي أختي من فضلك اتأكد من الموضوع لا يوجد مسيحي واحد في العالم يؤمن بالشرك فالمسيحية ترفض رفضا باتا الشرك بالله حاشا هذا الموضوع فمن الغباء حتى أنه نوصل إلى هذا الحد من الاتهام بدون ما تتعب نفسك هو أسرع دائما أقول أسرع طريق للهجوم هو أنك ترمي كلام حتى الدافع هو عن إيه بالدافع إذا أنت ديانتك هشة وبيتك من زجاج فأنت بتحاول تلقي حجارة على قلعة حصينة هذه مشكلتك لكننا أؤكد لك نحن نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل نقطة سطر جديد نحن نؤمن بالله الواحد ثم أحبائي خلينا أوضح فكرة تانية طالما انفتح الموضوع عندما نقول الآب والابن لا تفيد التناسل الجسدي فالسؤال ليه بتكرر العبارة وكأنها تناسل جسدي أوليس هذا عيبا عليك إنك تتهم مسيحية بتفوقها وعمقها وكتابها وشخصها وكتابها يسوع أعظم معلم يسوع أعظم صانع معجزات يسوع معجزة أخلاقية لم يفعل خطية أوليس عجبا إنك بتتهم المسيحية بالشر عزيزة بأكد لك عندما نقول الآب أو الابن لا تفيد التناسل الجسدي فنحن نؤمن الله لم يلد ولم يولد الله ليس له صاحبة وعلى فكرة تفكير بهذا الأمر عن الله تعتبر إهاني أولا لأله تعتبر إهاني لكل الشعب المسيحي عندما ترددها انتكررها ورددها ولكن لا تطبق هذه الآية على المسيحيين من فضلك رددها كما تشاء ولكن حاشة هذا الأمر أنه يقال عن الله أنه تناسل الجسدي وأن لله صاحبة بالنسبة إلى وبالنسبة لكل المسيحيين هذا يعتبر تجديف على الله وإهاني لالله وهذه تعتبر خطية خطيرة جدا تقودك إلى الجحيم مجرد أنك تكرر هذه العبارات عن المسيحيين فالله منزه عن هذه الأمور بل هو أعلى من أن تحد بعقلك المحدود فإذا أحب أكد لك أنه الله ليس ذكرا أو أنثى فالله لا نهاء إلا محدود صعب أنك تفهم أو تستوعب بالعقل إلا ما أعلن فقط في الكتاب المقدس عن طبيعة وصفات الله في هذا الكتاب العظيم والشيء الثاني لا تفيد المرتبية أنه الآب أعلى من الإبن أو الإبن أعلى من الروح القدس أو الأسبقي والشيء الثالث لا تفيد التناسل الجسدي حاشا لله هذا الأمر مفرفوض رفضا أباتا وبالنسبة للمسيحية إهانة لأله إهانة للشعب المسيحي وإهانة لنفسك أص آية يعني لما بتكرر هذه الآية وبترددها عدة مرات وأنت عارف في قرارة نفسك نحن لا نؤمن بهذا نؤمن بالإله الواحد اللي أعلن عن ذاته أن الآب له وجود ذاته الإبن هو كلمة الله الكلمة الناطق ناطق بكلمته والروح الروح المحي هو روح الله القدوس فإذن حي بروحه وهذا ينطبق ومفهوم لكل الناس شيء آخر أحبائي وبكررها مرة تانية نحن نؤمن بإله واحد ضابط الكل الخالق والمهيمن المالك والمسيطر الحافظ وطبعا هذا الخلق من خلال يسوع المسيح الذي به وله خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض إخوتي وأخواتي نحن نؤمن بإله واحد الذي يسمى أبو الأرواح بحسب كلمة الله الفكرة أننا أبناء الله هي فكرة على فكرة مريحة مش غلط لأنه إذا أنت أردت أن تصور الله إيه الإصطلاح اللي بتحب أنه يعني اتقرب أنك تفهم كلمة الله ألا تعتقد عندما نقول أنه الله أبانا أبونا أنه الفكرة جميلة أنه الفكرة حلوة أنه الفكرة مريحة أنه الفكرة بتعطينا القوة تعطينا التشجيع الفكرة نفسها معزية بتعزينا أنه الله أبونا واو هذا الإله الخالق كل الأكوان نحتاج إلى مليارات من السنين الضوئية حتى بس نفهم الكواكب ولكن يهتم يقول كتاب أنه شعر من شعور رؤوسنا لا تسقط بدون إذني أليست هذه الفكرة مريحة أنه هذا الإله العظيم القدير القادر على كل شيء بيهتم فيه أنا شخصيا وبحبني أنا شخصيا إنها فكرة تعطي التعزية وبتقودني إلى حياة الرجع توضيح آخر الله هو إله شخصي وليس إله بعيد وليس إله قاسي أو منتقم أو متكبر أو مكار وليس هو إله فقط عاوز أن يرسل الناس إلى الجحيم وليس إله فقط يهدي أو يضل فالله يحب الإنسان ولكن للأسف دبر كل الخلاص ومع هذا الإنسان يقود نفسه بنفسه إلى الجحيم وعندما وعندما أقول إله شخصي الكلمة أنثروبوس يعني اللي بتتكلم عن أنثروبومورفك هذه الفكرة من اللغة الأصلية اليونانية اللي هي كيف بدأ أفسرها في العربي أنثروبومورفك مش عارف صراحة بس هي فكرة تجسيم يمكن توضحها تجسيد لفكرة الله تجسيم مجسم يعني الله غير محدود الله روح يقول عنه الكتاب مال السموات والأرض فكيف تحدد الله بشوية التراب الموجودة هون فمن خلال كلمة الله منستخدم تعبيرات اللي نفهمها لما منقول أنه الله يرى أنه عنده عيون لما الله بيسمع عنده أذان الله عنده أيدي بيعمل الله مثلا استوى على العرش الله موجود على العرش إلى آخر كلها تعبيرات اللي جاءت من الكلمة المجسم أو التجسيم الله في لغة بشرية لغة إنسانية لأنه بعد الكل أنه اللغة محدودة والتعبير محدود فكيف للمحدود أن يفهم اللا محدود وكيف للإنسان يعني الفعلا أرضي أن يفهم السماوي ألم يقل يسوع لنقوديموس معلم الشريعة معلم اليهود إن كنت أتكلم بالأرضيات لست تفهم طب لو تكلمت في السماويات إشي فوق مستوانة يوم من الأيام معرفش قديش منستخدم الايكيو أو العقل ممكن المكسيموم الزكاء عشرة ممكن واحد يصل إذا كان فلتة زكاء أو شعلة زكاء يمكن يصل المكسيموم لخمسة عشر معرفش إذا فيه أكتر من هيك أنا بالطبع أقل من عشرة ولكن بالسماء رح نكون كاملين نفهم كتير أمور اللي ما فهمناها على الأرض فرجاء عندما نتكلم عن الموضوع لا نقصد يد ولا رجل ولا أنف ولا عين ولا سمع هذه كلها تعبيرات تشسيم عن الله في لغة محدودة ولكنها مفهومة بالنسبة إليك ولا إليك نحن مرة شيء تاني نحن أبناء الله لكن المسيح هو ابن الله الوحيد واضح بالتعبيرات في اللغة الأصلية ولكن لأن اللغة العربية محدودة في ترجمة اللغة اليونانية فالمسيح ابن الله الوحيد أو ابن محبته فالمسيح قال عن الآب السماوية من رآني فقد رأى الآب قال أيضا أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به دائما بيسألون أحباء المسلمين أين قال الله أنا الرب أعبدون يسوع يقولها بالسان أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به مين اللي بيتجرأ بصراحة خلينا كن واضحين وحقيقيين بشفافية ومصدقية من الذي يجرؤ أن يقول أنتم بتأمنوا بأله أمنوا فيه ما حد إلا إذا لم يكن هو الله فالمسيح هو الله أحبا قال يسوع ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار فإذن المسيح جاء ليعمل أعمال الآب أعمال الله ثم في موضع آخر يقول أعمال 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 أبي في يحنى عشرة لكي تؤمنوا أن الآب فيه وأنا فيه مرة تانية الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده كما أن الآب يقيم ويحي وكذلك الإبن أيضا من يتجرى على فكرة أن يقول هذه العبرات خلينا صارحين لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب الذي أرسله واو مين أي نبي يتجرى يحكي هذه الكلمات مرة أخرى إكرام الآب إكرام الإبن ثم أحبائي كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته فإذا منشوف علاقة الآب بالإبن هنا يسوع مساو للآب كل من ينكر الإبن ليس له الآب واضح ليس له الآب أيضا ومن يعترف بالإبن أي بكلمة الله يسوع المسيح له كل المجد فله الآب أيضا فإذا يسوع مساوي للآب كان وسيظل دائما مساويا لله الآب ولكن بالتجسك أخلى نفسه أخذ صورة عبد صار يمشي بين الناس عطش جاع تعب أكل كان بيتحرك من مكان إلى مكان يعني صار إنسان كامل بكل معنى الكلمة معدى الخطي لأنه الوحيد هو الكامل حتى يكون الذبيح الأعظم الذبيح الكاملة النهائية عن كل البشرية فبالتجسد انتبه لأنه كتير من أحبائنا بسيء أو مش بسيء مغردا بيقرأوا الآية نقصة وعدة مرات من وضح منقول لا تقرأ الآية نقصة شو بيعمل كتير من أحباء المشاهدين على السوشال ميديا بيقتبسوا جزء من الآية ولكن ليست كل الآية مرة تانية المسيح في التجسد كان خاضعا للآب 26 مرة في إنجيل يحنى مكتوب أنه جاء يسوع ليتمم مشيئة الآب يحنى 4 34 طعام أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله في يحنى 6 نزلت من السماء لا لأعمل مشيئة بل مشيئة الذي أرسلني وهو في بستان جتسبان عن بصارع عن بجاهد في الساعات الأخيرة قال قال يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار وهذه الحياء الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته بس ما توقف عند هاي الآية كتير بيقتبسوها من أحباء المسلمين طب ليه ما بتقرأ الآية اللي بعديها واللي بعديها آية أربعة يحنى 17 العمل الذي أعطيتني قد أكملته اللي هو عمل الفداء والآية خمسة والآن أيها الآب اسمع منيح مجدني بالمجد الذي كان لي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم شفت أخي أختي فإذن المسيح أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليم لذلك بعد ما أكمل الفداء بجدارة رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الأب عندي عندي لك نصيحة اعترف بيسوع اليوم واجهه كمخلص قبل أن تواجهه كديان لأن الكتاب يقول وعيناه كلاهيب نار من يستطيع أن يحتمل مواجهة يسوع المسيح فالمسيح في كل حياته وبخدمته كان خاضعا للآب لكنه أخلى نفسه وعندما يكمل الكل في مجيء التاني بعد ما يخضع الابن بيخضع نفسه حتى يكون الله الثالوث يعني الله الآب والابن والروح القدس يكون الكل في الكل لما جاء اليهود وكانوا بيحاربوا يسوع المسيح الرؤساء الدين أقصد والمتدينين قالوا لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله تعلمنا بالتفسير أحبائي أنه لما تيجي تفسر شيء أولا مبادئ التفسير أي المقصود من العبارة شيء تاني كيف فهمها السامعين اليهود اللي كانوا بيسمعوا يسوع شو فهمه من هذه الآية الشيء التالت أي العدات والتقاليد أو الأقوال اللي كانت متابعة في تلك الأيام لفهم هذه الآية فالآية واضحة قالوا أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله كان مفهوم الفكرة الأبوة بالنسبة لليهود مفهومة ولكن اللي كان صعب يستعبوا يسوع وهو عم بيكلمهم وبشوف معجزات قالوا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله ألم يقل يسوع الذي رآني فقد رأى الآب في كلوسي الصح الأول والآية خمس تعش مكتوب يسوع صورة الله الغير منظور الأيكون طبق الأصل فالمسيح هو الإنعكاس المنظور لله الغير منظور ألم يقل الكتاب أيضا الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره يعني التعبير الإله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيان جلس في يمين العظم صائرا أعلى من الملائكة بمقدار موارث اسما أفضل منهم فهو الإنعكاس المنظور لله الغير منظور مرة ثانية في يحنى عشرة يحاول يثبت لليهود إن هو الله قالوا له فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها لو قلنا إن المسيح إنسان جعل نفسه إله حقا هذا تجديد ولكن الله يختار أن يتجسد من خلال الكلمة في بطن المطومة المطوبة القديسة مريم العذراء هذا أعظم حدث إن الله يتخذ جسد وَهَلَ جسد من أجل الفداء وهذا يقودنا إلى الشكر والعرفان والامتنان للرب يسوع في يحنى 8 يقول وأنا إنسان قد كلمكم بالحق لأنه ابن الإنسان الكامل ولكن في نفس الإصحاح قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن عزيزي لا تقتبس آي ناقصة كون صادق مع نفسك عندما تقتبس آي ناقصة فأنت مغرض عن لؤم أو جهل أو لسبب ما بتدافع كأنه ما عندكش القدرة أنك تدافع فبتروح عامل كذب إنك بتقتبس نص الآيات وهذا إشكال كبير وعيب في موضوع الفهم اسأل اسأل الذين يقرؤون الكتاب ثم أحبائي واضح إنه في طيتوس لما بيتكلم عن الله المخلص الله شخص واحد بيتكلم عن يسوع المسيح أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحبائنا مشاهدينا من هو الآب السماوي؟ قبل ما أبتدي إنه أكمل هذا الموضوع اللي هو موضوع بصراحة كبير كبير أنا عم باخد فقط مقتطفات خليني أخد مكالمة من يوستينا من شمال أفريقيا أهلا وسهلا أخت يوستينا انت معانا على الهوى سلام المسيح حضرة القسيس أهلا بك سلام المسيح معك يا أخت يوستينا شو رأيك بالموضوع أخت يوستينا موضوع جميل شير تفضلي أنا عندي سؤال لكي لا أطول عليكم أقدم لك طبعا تحياتي لكل المشاهدين وأتمنى يكون الموضوع مفيد بالنسبة لهم السؤال هو كيف الآب على العرش والمسيح على الأرض متجسدا ومع ذلك هم إله واحد ما هو عمل الآب سؤال كتير كتير حلو أخت يوستينا أنت ذكرت أنه الآب على العرش والمسيح على الأرض وخليني أقتبس آية وحدة يمكن راح يعني تفهم أو تدرك إيه اللي إحنا بنتكلم عنه في يحنى إصحاح 3 يسوع المسيح على الأرض عم بيتكلم مع رئيس اليهود واحد من مجمع السنهادرين أعلى مجمع أو تشريع لليهود اللي بيتألف من 71 70 مع رئيس الكهنة 71 في آية 13 آية واضحة جدا مكتوب عم بيحكي لنقو ديموس اللي عم بيحكي معاه على الأرض بآية 12 إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات وليس الكلام وليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء لحظة الكلام ابن الإنسان الذي هو في السماء عم بيتكلم مع نيقو ديموس مرة تانية يعني في ناس الرب أصعدها يعني مثل أخنوخ بس ما نزل إلي صعد في مركبة نارية بس ما نزل لكن شوفي واضح عن يسوع المسيح وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء عندما يكمل المسيح العمل وعدة آيات جلس في يمين العظم صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم عدة آيات تتكلم عندما أكمل المسيح رجع إلى المكان الأولى مرة تانية أخت يستينا عندما نتكلم عن الله فالله غير محدود بالمكان أو الزمان هاي الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيها محدودين بالزمن ولكن الله غير محدود هو فوق الزمن خارج عن طاق الزمن هو غير محدود ولكن مثل ما ذكرت هي تجسيم تجسيد لبعض الأمور ندركها عندما نقول جلسة في يمين العظمة شماخة كرسي مثل ما أنا جالس على الكرسي وخلاص كأنه ملكه وقعد لا لا هو مال السماوات والأرض وكل الأكوان يعني الرب يسوع قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط خيلي كم من الملايين الاجتماعات اللي بيجتمعوا كل يوم ويسوع حاضر في كل الاجتماعات في الصين في اليابان في نيوزيلاند في أستراليا في جنوب أمريكا في كل مكان موجود غير محدود ولكنها تعبيرات عن عظمة الله وعن إكمال عمل الفداء الكامل فطبعا ذكرنا أنه هذا الشيء اللي جاء من أجله يسوع المسيح أحبائي كلما عرفنا الآب السماوي نتشبه في الآب يسوع صلاته أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته وكلما زادت معرفتنا طبعا مش مثل الأصنام وأنا أتأسف على الناس اللي بتعمل أصنام وبتبوص الأصنام وبتقبل الأصنام وبتصلي للأصنام الرب موجود في كل مكان مالي السماء والأرض أحبائي ثم الرب يسوع قال لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا من رآني فقد رآ الأب بتعرفوا واحد من القصص العجيبة استفانوس الشهيد الأول وعم بيرجمه استفانوس ولكن كان غير مكترس للحجارة اللي عم تنهال عليه بتعرفوا ليش مكتوب فراء مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فإذن لما المسيح الأرض هو موجود في السماء ولكن عندما أكمل عمل الفذاء هو قائم عن يمين الله هذه المكانة والشرعية اللي بيستحقها الرب يسوع المسيح الله الله أبونا نفهم هذا التعبير عن طريق الروح القدس الله أبانا لأنه غفر خطيانا لأنه وهابنا الروح القدس الساكن فينا لأنه يحبنا ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة وعندما يعني يسوع كان بنادي على الآب آبا الكلمة العبرية يعني بالعربي بابا أو يابا بالضبط هي نفس الكلمة العبرية أو الأرمية وأنا بتتكلم عن الكلمة الحميمية القريبة يعني في تفاعل بالكلمة في محبة في في تواصل في شركة علاقة حميمية شيء طبيعي أن الإبن يحب الآب ولكن الله أبونا واحدة من التعبيرات اللي كانت تستخدم يا أبا الآب اللي هي آبا أو بابا فإذن نستطيع أن نستنتج أن المسيح كامل تام في الألوهية ولا ينقص شيء فيها أحبائي فإذن من يرفض يسوع المسيح كإله ومساوي الآب يكون مذنبا بأعظم خطية وهي رفض كلمة الله الله مش بس يعني أبونا بحبنا غفر خطيانا وهبنا الروح القدس وقبلنا أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنين باسمه صرنا أولاد الله بالتبني واحد من الآيات الجميلة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا يسوع واضح كيف جاء المسيح مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين أنت وأنا تحت النموس ليه لننال التبني وبما أنكم أبناء نستطيع أن نصرخ ونصلي يا أبا الآب إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح وإنت الإنسان بيتورث لما بموت شخص المسيح مات على الصليب وقام من الأموات وورثنا وبركنا بكل بركة روحية في السمويات أصبحنا في المسيح يسوع هو يصر فينا وقبلنا ودائما أحبائي ملتزم بتغييرنا مش بس هيك حافظنا ملكنا معيننا مسدد احتياجاتنا مريحنا يحبنا بلا حدود جدير بثقتنا غفور رحيم شفوق حنان كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه مزمور مية أو أو ثلاثة أحبائي فإذن الموضوع واضح جدا وعندما أعطى المسيح المأمورية العظمى قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بصيغة الجميع عمدوهم لكن لحظة الكلمة باسم وليس بأسماء باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وهأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر يسوع معنا أحبائي كلمة الآب مذكورة في الإنجيل المقدس مية واربع وخمسين مرة هي أعلان عن الله ذاته يعني مثل ما قال فليبوس يا سيد أرنا الآب وكفانا لأن الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر قال الله في القديم لموسى لا يقدر أحد أن يراني ويعيش باستحيل ولكن نحن نرى من خلال يسوع المسيح قال أرنا الآب وكفانا قال صدقوني إني في الآب والآب في ومرتان بقول لهم لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني فإذا الأبو وأحبائي هي صفة لله أو روح أبيكم وهي العبارة مذكورة عدة مرات في إنجيل يحن مش بس أحبائي يعني يمكن في جملة مش راح تحبها بقول لا تحتقر تأديب الرب لأن الذي يحبه الرب يؤدبه فإذا في تأديب الآب هو اللي يؤدب الأولاد فإذا احنا منعصى كمؤمنين ومنرفض ومنساير ومنتساهل مع الخطيئة في تأديب والتأديب أحيانا بيصل لدرجة الموت إنه الإنسان بيموت تحت تأديب الرب لكن الذي الذي يحبه الرب يؤدبه في إنجيل لوق آسف إنجيل مت خمسة وستة وسبعة في عزة المسيح على الجبل شوف كم مرة المسيح دايما بوجه الأنظار إلى الآب السماوي أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيكم على نيتهم أبوكم السماوي يقوتها لأن أحباء الآب كامل كامل في عدله ورحمته وحنانه طويل الروح يريد الأفضل لنا محبة كاملة إله المحبة والسلام أليس هو أباك الذي خلقك في سفر التثنية هو سامع الصلاة وهو متاح الشيء اللي بيفرق في المسيحية إنه الآب متاح في كل الأوقات إله واحد في ثالوث قدوس الآب المحب اللي اختارنا وأحبنا وميزنا وفرحة قلبه إحنا الإبن الطائع لإرادة الآب والروح المحب المحي أحبائي كم من الآيات بس التوضيح الأكتر هو في العهد الجديد في الإنجيل يركز المسيح على الآب كآبانا ولكن بميز أنه أبوه اذهب وقولي لإخوتي أني لم أصعد إلى أبي وأبيكم في يحن عشرين نصلي إلى الآب باسم الرب يسوع من خلال الإبن من خلال الإبن عندها نقول آبا يا بابا حميمية علاقة أنك بتصلي لأنه بيهتم بسدد كل احتياجاتنا بحسب متى ستة بيسمع وبيستجيب صلواتنا متى إصحاح سبعة ومتل ما ذكرت يؤدب بيقبل بيغفر دايما موجود أربع وعشرين ساعة تلتمية وخمسة وستين تلتمية وستة وستين يوم في السنة كل وقت ليل انهار كآب بيهتم فينا شخصيا عاطفيا بيتعاطف معنا بضحي من أجلنا لأنه خالقنا وفادينا أيضا وبمحبة اتبنانا إلى الأبد واحد من الآيات اللي بحبها انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه تعرفوا أنه روح ضد المسيح اللي بينكر الآب واللي بينكر الإبن لأنه جوهر المسيحية أو جوهر العقيدة المسيحية أنه إحنا نكون أبناء الله بالتبني ففكرة التبني هي واحدة من أعظم العقائد المسيحية أنه أنا بالظلمة في الموت في العالم عبد صرت ابن للرب مقبول عنده محبوب عنده في كل الأوقات مشان هيك بمحبته اتبنانا إلى الأبد أبوة الآب عادة تعكس أبوتنا أصعب شيء لما بتتقابل مع ناس اللي لما بتتكلم عن الآب السماوي المحب ما بيتقبله لأنه بشوف صورة أبوه أو أبوها اللي كان قاسي جداً على الأولاد يعني فكرة فكرة الآب فكرة جميلة خلي مثلاً مين اللي بيتجرأ أنه يصح أبوه ساعة ثلاثة الصبح يمكن ينزعج من الزوجة ولكن إذا الطفل البيبي ساعة ثلاثة الصبح بيصح الوالد أبوه بيستيقظ بابتسامة وبفرح أيضاً لأنه آب فالآب هو كلي القدرة كلي العلم كلي الحضور قوة لا نهائية هو كلي الخير والعطاء يعطي يمنح يغضق على أولاده وعلى بناته بنقدر نحكي عن يعني صفات الله القدوس الصالح العادل غير محدود طويل الروح أمين محب نزيغ غير متغير حنان الحكيم صبور بار يعني كلها صفات اللي بيمد يده من السموات إلى الأرض لخلاصك ودعوتك واختيارك ولا محبته من أجلك فالآب ثلاث أمور بيعملها هو الحامي بيحميك هو المعتني بيسدد احتياجاتك وهو أيضاً المؤدب حتى تضلك في الحضيرة في الآب الآب يحبني فإذا اتبناني الآب يغفر كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا مع صينا الآب يملأني بشكل مستمر بالفرح والسلام وبحسب أفسوس إلى كل من الله مكتوب عنه أبو اليتام وقاضي الأرامل فالله يريدنا الآب يريدنا أن نمتلئ من معرفة مشيئته يريد أن يملأنا بالروح القدس يريد أن يتواصل ويتعامل معنا من خلال يسوع المسيح اللي هو خبز الحياة فهو قوام الحياة يمدنا بالسستنانس بالإمدادات الإلهية ويسوع هو ماء الحياة لكي يروي عطشنا طرق كاملة شيء لم يميز إله المسحين قريب شخصي علاقة حميمية بيسمع بيستجيب بيتواصل تتقرب له فإذن الآب هو قريب مني هو أب يسدد احتياجاتي هو أب بيحفظ وعوده هو أب يتمم مقاصده ومشيئته في حياتنا هو أب أمين يعرف الأفضل ليه حتى لو أنا معرفتش هو بيعرف الأفضل ليه فإذن نستطيع أن نقترب من الأب خليني أحكي خمس أمور في الختام مهمة جدا حتى تفهم قلب الأب لكل دقة من دقات قلب الله هي اهتمام ومحبة من أجلك ومن أجلي أيضا فإذن الآب نقدر أن ندعوه تستطيع أن تقوله تقول له أبانا الذي في السماوات تدعوه ثم شيء ثاني تقدر أن تقترب منه شيء ثالث تقدر أن تتكلم معه تتواصل وتتفاعل معهم شيء رابع تقدر أن تعرفه المسيح قال وأن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ثم أحبائي شيء أخير خامس نقدر أن نكون في علاقة حميمة معه كل الوقت هذا الآب بكل بساطة اللي بنتكلم عنه في المسيحية فنحن لا ننادي بإله مجهول ولا ننادي بإله مثل آلهة اليونانيين أو الأصنام ولا ننادي بإله بعيد كل البعد فقط عاوز أن يدين شعبه ويلق بهم في جهنم نحن نحن نتكلم عن آب حنون محب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم انظروا أي محب أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله بشان هيك واضح من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه اللي بيعرف الرب رح يعرف أنه آب حنون محب وهذا اللي أنا أدعوك اليوم إليه أدعوك إلى الآب السماوي من خلال عمل يسوع المسيح اللي تمم مشيئة الآب فصرنا بر الله في المسيح واتقدسنا في المسيح واخلصنا من خلال عمل المسيح وصرنا أبرار أمام الله من خلال ما فعلوا يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا الآب يحبك والابن يحبك والروح يشغل ويفعل هذه المحبة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا فإذن عندما نتكلم عن الآب أريد أن أختم وأقول هو يحبك ويريد أن تكون أو أن يكون في علاقة حميمية معك تخيل هذا الآب الذي خالق كنت تسأل ليه وليه يعني طب ما ممكن يعني يحولنا لطراب وانتهت القصة لا لا في قصة حب محبة من قبل تأسيس العالم الله أحبنا واهتم فينا وعاوز يخلصنا والظاهر أنه في أمجاد عندما ننهي هذه الحياة إلى أبد الأبدين يعني فوق كل تصور ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما يعني فوق كل تصور أعد الله للذين يحبونهم هو يحبك يريد أن يتمتع بعلاقة معك ولكن في مشكلة خطيانة صارت فاصلة بيننا وبين هذا الإله فالمسيح تطوعا واختيارا تجسد حتى يكون إنسان كامل ويقدم الخلاص كفارة عن خطيات وعن خطيات ويكون الذبيحة الكاملة النهائية والإعلان النهائي لأله لكل من يؤمن به فكل ما عليك أن تقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ أيها الرب يسوع أدعوك حتى تكون ملكي مخلصي سيدي وربي أدعوك الآن أن تكون على عرش قلبي وإذا بتصليها من قلبك تأكد وبتعنيها من كل قلبك إنه الله يأتي إلى حياتك ويخلصك فتصبح ابن لله خليقة جديدة أو كما يقول كتاب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسير أولاد الله أي المؤمنون باسمه خليني أسمع منك